يا سادة بناء الإنسان دي من أعظم الوظائف اللي ربنا سبحانه وتعالى خالها في الإنسانية وفي الحياة وهم زي ما احنا اتفقنا وزي ما احنا طول الوقت بنتكلم عليها وخاصة في يوم الاثنين بنتكلم عليها على إن هي صناعة ثقيلة لا أقصد صناعة إن هي محتاجة إن الشخص يتكون منه مواد بناء لكن قصدين إن هي بتاخد فترة طويلة لكن جزء مهم جدا 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 إن احنا وإحنا بنبني الإنسان يبقى عندنا ثوابت الثوابت دي هي منظومة القيم اللي احنا لازم نحافظ عليها وجزء من الثوابت اللي لازم نربع عليها أولادنا هي الثوابت اللي احنا بنعيشها في مجتمع واحد عدم وجود هذه الثوابت المجتمع بيتفكك ويتحلل ولذلك احنا دايما بيكون هم كل مربي إنه يحسن تربية أولاده وتلميذته ويبني شخصيتهم عشان يكونوا قيمة مضافة في الحياة اللي بنعيشها خلي بالك إن فكرة الحياة اللي بنعيشها ما بتكونش دائرة واحدة بس هي دائرة الأسرة ولا دائرة تانية هي دائرة مجتمع لكن ده كله لازم يكون في دوائر متدخلة لغاية ما نشوف الدائرة الحضن اللي هي دائرة الوطن كل الدوائر دي فيها ثوابت لازم نربي أولادنا عليها إن إحنا نخفل أي دائرة من الدوائر دي ده مش هيسمح لنا إن إحنا نستطيع إن إحنا نبني أولادنا بناءا صحيحا ولا إن الإنسان يتبني بناء صحيح وما فيش بناء حقيقي بيحصل لأولادنا إلا بترسيق قيمة حب الحياة في قلوبهم وحياتهم حب نعمة الله سبحانه وتعالى والحفاظ عليها وصيانتها من أجل النعم الله سبحانه وتعالى الذي تجعل لحياة الإنسان معنا واللي من أهم هذه نعم نعمة الوطن فما فيش حياة من غير أوطان تأمل كده قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بات آمنا في سربي معافا في بدني فقد حيزت له الدنيا بحذافره عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافره وده لازم يتحقق في دوائر متدخلة زي ما قلنا دائرة الأسرة والمجتمع ثم دائرة الوطن وأي دائرة هيحصل فيها أي خلال هتأثر في الدوائر الأخر وعشان كده تعالوا نتكلم شوية عن ثوابتنا اللي احنا لازم نربأ أولادنا عليه لازم نربأ أولادنا على أني حاجة مهمة جدا أن الأسرة مثلا في هذه الدولة وفي هذا المجتمع ثابت من الثوابت الوطنية في المجتمع المصري فاحنا مش هنعبس بالأسرة ولذلك هتسمعوا الكلام الكتير اللي مليان قلق في المجتمع فيما يتعلق لما الأسرة بدأت تتهدد بارتفاع نسب الطلاق فلازم احنا وبنربأ أولادنا ربيهم على أن الأسرة قيمة والحفاظ عليها ثابت من ثوابت الحياة في هذا الوطن فلازم نهتم بيها ونهتم بتنميتها وده ثابت من ثوابتنا كمان من ثوابتنا هنا أن إحنا دايما بنعيش عايش مشترك من ثوابت الوطن ده ثوابت البلد دي اللي احنا لازم نربأ أولادنا عليها العايش مشترك يعني إيه العايش مشترك؟ نحن نعيش على تنوع نعيش كمجتمع مفتوح على كل الإنسانية ما بننغلقش على أي شكل من الأشكال نعم احنا عندنا دين نحافظ عليه لكن في نفس الوقت احنا عايشين بمعنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكرة العايش المشترك اللي بيبتدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوثيقة المدينة وهو بيقبل العايش مع الآخر ومش بس ويستثمر العايش مع الآخر ويجعله جزء من المجتمع ده جزء لازم يتربى عليه أولادنا فنحن أصل وثابت من ثوابت هذا الوطن وثابت من ثوابت هذا العيش العيش مشترك يبقى ثابت أن الأسرة والحفاظ عليها ثابت من ثوابت هذا المجتمع فلما ابني يحاول يتفه من الأسرة أو أنه ما يبقاش عنده انتماء للأسرة أو ما يبقاش عنده انتماء لحياته لا ده بيهدد ثابت من ثوابت العايش في هذه البلد وعشان كده على فكرة هقول لكم حاجة احنا مشكلتنا مع الطيرات المتطرفة والمتشددين كانت مشكلتنا مشكلة اجتماعية قبل ما تكون مشكلة تتعلق بإدارة الدولة عارفين ليه؟ الناس دولة راحوا للابنة مهمة ولثابت مهمة من ثوابت هذه البلد وهي مسألة الأسرة وعبثوا بيها أخذوا الأولاد من أسرهم بدل ما يزود حب الأولاد لأسرهم عمل ما يسمى بالأسرة البديل وعمل المصار المجتمع البديل فبقى الأولاد ما ينتموش إلى أسرهم وينتمو إلى جماعتهم وينتمو إلى أيدولوجيتهم ومعني الله سبحانه وتعالى قال وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هذا من أكبر الأدلة على دعم الأسرة لكن هو علمه أن الانتماء للأيدولوجيا والانتماء إلى الفكرة المتطرفة مقدمة على الانتماء للأسرة فتهدد لابنة المجتمع على فكرة إحنا قاعدين نفكر إحنا نزاي نحافظ على هذه الثوابت عشان نقدر ننطلق ننطلق بعد كده أن العيش مشترك العيش مشترك يعني إيه؟ المذاهب كلها موجودة في المجتمع المصري كمان الأديان موجودة المسلم والمسيحي موجودين في المجتمع المصري وبيعيشوا مع بعض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما علينا هكذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وثقة المدينة من الثوابت كمان الموجودة ولازم نرب أولادنا علينا عشان يطلعوا متزنين نبذ الكراهية إن احنا نرفض الكراهية مش نكره الكراهية لا نرفض الكراهية لن نتعامل معنا بالكراهية جزء من اللي عملته الطائرات المتطرفة وجزء مما كل التدخلات الخارجية التي أرادت أنها تعبث بهذا الوطن أرادت أنها تخلينا نكره نكره ولا نتسامح نكره ولا نعيش نكره ويحصل بنا نوع من أنواع النبذ نكره ونميز لا احنا من ثوبتنا أن المجتمع مبني على نبذ الكراهية والدعوة إلى الحب والدعوة إلى التوافق والدعوة إلى أن يشعر كل واحد مننا أن اختلافه مع الآخر قيمة مضافة وليس خصما من هويتي ودي بقى القيمة الرابعة احنا قلنا خلاص نبذ الكراهية والتمييز ده القيمة التالتة القيمة الرابعة والثابت الرابع في هذا الوطن الحفاظ على الهوية وجزء من الحفاظ على الهوية الحفاظ على تنوع هذه الهوية بكل تفاصيلها ابني لما يكون عايش عارف أنه هويته أنه متربي في مجتمع مصري وفي وطن بيحمل اسم مصر فعارف أنه هو قادر وقابل أن يعيش مع التنوع فلما بيعيش كده بيعيش وهو قادر أنه يتحرك في كل مكان ويستطيع أن يكون بالفعل إنسان مؤثر في الإنسانية كلها هو تاريخه ممتد والهوية دي لا يتنكر لجزء من تاريخه أبدا أبدا احنا ما نتنكرنش الجزء من تاريخنا بالعكس احنا بنستثمر كل جزء من تاريخ المجتمع المصري ده وده ثابت من الثوابت بتاعتنا ولا نقيم خلافات دينية ما بين مكونات الهوية عندنا يعني مش هنرفض المكون المصر القديم بالعكس نحن سنستثمر المكون المصر القديم فينا كمسلمين إن احنا الناس لنا عمق في الحياة الناس بنتربع على حب الحياة الناس بنتربع على إن هناك إبداع وهناك جمال وهناك رقي وهناك تحضر وهناك إرادة للريادة كل ده هنتربع عليه ويبقى جزء من الهوية بتاعتنا وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن محدش يتنكر لجزء تاريخي من هويتي زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حلف الفضول وقال صلى الله عليه وسلم أنه لو كان حاضراً لا اشترك في حلف الفضول اللي هو بتاع عبد الله بن جدعان إن هم يحموا الحجيج ويحافظوا على أمانه طب ليه؟ لأن ده جزء من التاريخ جزء من الهوية الحاجة كمان اللي هي جزء كمان من الثوابت عندنا هو مسألة الفاعلية الإنسانية إن الإنسان يكون فعال إن الإنسان يكون ساعي للتنمية إن الإنسان يكون ساعي دايماً إلى الخير وذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من كان يومه كامسي فهو مغبون ونتعلم كمان إن كل يوم لازم يبقى فيه قيمة إضافية جديدة فده ثابت من الثوابت عندنا في هذا الوطن وفي هذه البلد ويجب إن احنا رب أولادنا عليه تخيل كده تعالوا نغزل مع بع أول ثابت كان عندنا إيه إن احنا مجتمع ماله هذا المجتمع أن هذا المجتمع مجتمع ماله يعيش عيشاً مشتركاً وأن أيضاً من الثوابت اللي رب أولادنا عليه إنه مجتمع يحافظ على الأسرة فهذا ثابت من الثوابت هذا المجتمع وهذه البلد فالولد يعرف إن انتماءه للأسرة جزء من انتماءه للوطن فيئل يحسب؟ فيعيش ده ثم بعد ذلك يخرج من إطار الأسرة لخارج الأسرة فيعيش بقيمة أخرى وبثابت آخر أننا نعيش عيشاً مشتركاً طب إيه علامة العيش المشترك ده؟ إن احنا ننبذ الكراهية والتمييز طيب لما بننبذ الكراهية والتمييز بنسعى إلى إيه؟ إلى الحفاظ على هويتنا فنحتفظ بكل مكونات الهوية اللي بنعيشها الحاجة اللي بعد كده ودي حاجة مهمة جداً جداً إن الإنسان ساعي للتنمية دي من الثوابت اللي عندنا فإحنا بنكره البطالة ونكره العطالة ونحب خير العمل أدوامه وإنقل زي ما حضرت النبي علمنا فده من الثوابت عندنا إن احنا نسعى إلى التنمية ده من الثوابت اللي عندنا من الثوابت اللي عندنا أيضاً هو كرامة الإنسان أن الإنسان مكرم وأن الإنسان ليس شيئاً فلابد أن نحترم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وده شيء مهم جداً من الثوابت اللي عندنا اللي لازم نرب أولادنا عليهم كمان ثابت مهم جداً إن الأرض كالعرض لا يفرط فيه ويفضل من الثوابت عندنا إن احنا لن نسمح لأحد أبداً أن يتعرض لهذه الأرض ونفضل نحافظ عليها ونضحي من دمانه عشان نحافظ على هذه الأرض فييجي واحد يقول ليه يعني لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من مات دون ماله فوشهي ومن مات دون عرضه فوشهي وعشان كده الأرض عندنا هو اللي بنقدر نحافظ بيها على المال والعرض والدم ومنحافظ بيها كمان على القيام فلزاك احنا بنحافظ على هذا الأمر عشان احنا بنحافظ على عرضنا وندافع عن هذا الوطن بكل مناملك ابننا يطلع متعلم ده مش يطلع وهو مش عارف إيه قيمة إنه هو يحيي العلم لا تحية العلم ده تحية الرمز فيتعلم إن فيه رموز في المجتمع رموز في هذه الحياة فلما يحيي العلم هم بيحييش ألوان لكن بيحيي ايه بنحيي قيمة اسمها قيمة الوطن قيمة الانتماء وعشان كده لازم احنا نفهم ده وده لازم نربيه في أولادنا وذلك تجد الطيارات المتطرفة يتعاملوا مع الوطن ويتعاملوا مع كل هذه القيم على إن هي أشياء بتتعارض مع الدين نحن نفهم إن أشياء بتحقق معاني هذا الدين والدليل على ذلك إن كل هذه السوابت كل ثابت منها أخذناه وعشناه في نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان من السوابت المهمة في حياتنا إن احنا مجتمع حريص على الأخلاق والقيم وننبذ الانحراف طول الوقت عندنا حريصين على الأخلاق والقيم وعندنا القيم لازم تبقى حياة ولازم نمارس هذه القيم في شكل حياتي ويفضل كل واحد فينا يزعل أولاً ما القيم تنتهك ويظل من المواقف السابتة في المجتمع عندنا إن احنا بننبذ الشزوز مثلا ولا نقبل هذا الشزوز ليه؟ ده ثابت من سوابتنا زي من سوابتنا مثلاً كمان في الإطار العام إن احنا لا نسمح لأحد بالمساس بسيادتنا يعني ما منسمحش لحد بالمساس بعرضنا لإن سيادة الدولة هو الإطار الذي به نحافظ على عرضنا وكذلك نحن لا نتدخل في سيادة أي دولة فده ثابت من السوابت اللي احنا بنرب أولادنا عليه فإيه بني يعرف إن أسرته ليها خصوصية زي ما بلده ليها خصوصية كل السوابت دي توصلنا في النهاية إن احنا مجتمع ضارب بجزوره في الإنسانية وإن احنا مجتمع مش من السهل اقتلاعه ولا من السهل للعبث بسوابته وإحنا لازم نرب أولادنا على هذا الرسوخ لإن هذا الرسوخ علامة من علامات الإيمان يثبت الله الذين أمانوا بالقول الثابت فلذلك ده كله نوع من أنواع الرسوخ في الإيمان ولذلك حب الوطن ده جزء من مكونات الفطرة عندنا ما ينفحش نتجاوز أبدا بالعكس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم مكة وكما أنت مقصوده المكة فقط بل لكل أرض ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك ولا سكنت غيرك فلذلك لازم نربي أولادنا على ثلاث حاجات فيما تعلق بالوطن أن الوطن قيمة أن الوطن نعمة أن الوطن حياة وكل ما ربي أولادنا على ده كل ما أولادنا يبقوا عايشين بشكل صحيح في حياتنا يا سادة إحنا عندنا كلام كتير على الثوابت اللي إحنا لازم نربي أولادنا عليهم إحنا فتحنا الباب بس وعن نستمر في الكلام عن مسألة ترسيخ هذه الثوابت في أولادنا عشان أولادنا يبقى لهم ملامح ما يتوهوش في وسط العالم ما يتحولوش إلى أدوات ولا يتحولوا إلى لعبة في إيد أي حد وعشان كده أول حاجة لازم نحرس على الإجابة على أسئلة أولادنا ونراجع المتخصصين المعتمدين عشان نجاوب على أسئلتهم ونعلم أولادنا كمان وكمان لما يكون عندهم أسئلة أنهم يرجعوا لأهل العلم وما يخافوش من الأسئلة ونعرض الأسئلة دي ونتكلم بشكل مفتوح الحاجة التانية أننا لازم نعملها وبشكل واضح أننا لازم نعلم أولادنا أن التطرف ده مش حاجة بعيدة عننا أن التطرف تخطر على المجتمع كله ونعلمهم كمان أن الكراهية هذه الكراهية سم بيسري في كل جنبات المجتمع ويهدها ورابع حاجة خلي ليك عادة مع أولادك كل أسبوع أنك تشركهم معك في عمل في خدمة المجتمع عشان يقدروا يعرفوا أن المجتمع حضن وأن المجتمع رحم وأن الوطن ده أب و أم لابد من الحفاظ عليه ولابد العيش معه ولابد أن احنا ننتمي إليه بس انتماءنا مش هيكون بالكلام هيكون أول ما يكون بالحفاظ على ثوبته يا رب اجعلنا من أهل الثبات ومن أهل العيش الحقيقي بالنور و النعمة و البركة نعيش بثوبتنا عدش أتلعب بيها لأن احنا في حماك احنا في البلد دي صدقنا موعود حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أننا في رباط وأحد أهم أشكال الرباط التمسك بهذه الثوابت يا رب جعلنا دايما من أهل الثبات وجعلنا دايما يا رب من أهل التنمية والسعي إلى الخير على الدوام بمددك يا رب العالمين يا أكرم لأكرم يا أكرم لأكرم